اشتركوا في القناة في هذه الغيبة التقوا به وهو عزيز مصر فعرفهم وهم له منكرون هو يعرفهم بس هم ما يعرفوا وتعاملوا معه وتعامل معهم باعهم الحنطة وأخذ منهم البضاعة المزجات ثم أرجعها إليهم في القضية المفصلة التي بيّنها القرآن الكريم يتعاملون وياه يشوفوا لكن لا يعلمون أنه يوسف عليه السلام وفي هذه الفترة هو كان يتمكن من أن يخبر أباه ويخبر إخوته بأنه حي يرزق لكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له يعقوب عليه السلام كان يعلم بأن يوسف حي يرزق لأن جبرايل عليه السلام أخبره بحياته لكن لم يكن يعلم مكان يوسف وفي أي حالة هو مع أنه المسيرة بين كنعان بلد يعقوب عليه السلام وبين مصر مسيرة 19 يوم أو 18 يوم وإذا واحد شوي يستعجل قطع كل منزلين في يوم واحد مسيرة 9 أيام زيان يوسف وهو عزيز مصر الصدر الأعظم والرئيس الوزراء كان يتمكن من أن يرسل أحدا إلى يعقوب فيخبره بأنه حي لكن الله لم يأذن له إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى له فعرف نفسه للإخوة وأرسل قميصه إلى والده وبعد ذلك كتب إليه أن يأتي إلى مصر فالتقى به وهو في مصر الإمام المهدي كذلك البعض يزعم أنه لم يولد البعض يزعم أنه مات البعض يستغرب عن الغيبة كيف هو حي ونحن لا نعرفه قل إخوة يوسف لم يعرفه لأنه أخفى نفسه عنهم مع أنه كانوا يرونه كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف شاءت مقادير الله سبحانه وتعالى أن يكون غائبا لكنه موجود في ضمن الناس يشهد الموسم الحاج يراه الناس يرونه لكن لا يعرفون أنه هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف